السلام عليكم ومرحبا بكم في ملاقة جديد لانيمي بلو بوكس لهذا لو كنت لم تشاهد الأجزاء السابقة فعليكم مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع ولا تنسو دعمنا باللايك واشتراك لتتوصلوا بكل الملاقصات القادمة وأهم شيء صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاوات والسلام ويا اللابينا تايكي كان في طريقه إلى المدرسة ولاحظ أن شناتو لديها التصفيات المحلية يوم 11 من هذا الصعر وهو لديه تصفيات يوم 18 بعد ذلك ذهب للمدرسة وكان يتدرب مع هاريو لكن بالكاد يستطيع أن يقلص الفارق فهاريو يفوز بكل المباريات لكن فجأة قرروا أنهم سوف يأخذون استراحة فحتى هاريو يحتاج للتدريب لأن منافسة هيدو من المدرسة صاجقة ودائما يهزمه وفي آخر بطولة هاريو حصل على المركز الثالث لأنه خسر ضد هيدو لكن هو كان ينزعج عندما يسمع أصدقائه يتحدثون عن هذا الأمر بعدها وجدوا لعبات فرق كرة السلة يرتاحون وهاريو لاحظ أن تدريباتهم شاقة ليقول له لأن لديهم البطولة وهم يريدون فعل كل ما يستطيعون لكي يجعلوا السيمباي الخاص بهم يعني زملائهم الأكبر سين منهم والذين هم سوف يلعبوا معهم لآخر سنة لأنهم في سنة الثالثة وهم يريدون أن يقدموا بطولة جيدة جدا من أجلهم لهذا هو سألهم متى سوف تبدأ التصفيات عندهم ليقولوا له في الأحد عشر من هذا الشهر وهم سألوا متى سوف تبدأ تصفيات تنسا الريجا لتجيب شينتو أن التصفيات سوف تبدأ في الثمانية عشر وهم تفاجئوا لأنها عرفت ذلك لتقول لهم أنها موجودة في نشرة المدرسة وتركي كان يفكر مع نفسه هل هي سوف تشاهد مباريته بعدها انتهت المدرسة وهو كان في طريقه للمنزل لكن فجأة لاحظ أنها سينتو أمامه ومر بجانبها بعض الفتية وكانوا يقولون أنها بين جميلة لهذا هو لم يستحمل ذلك وقرر أنه سوف يذهب ليساعدها لأنها تحمل الكثير من الأكيس وهي كانت سعيدة لأنه سوف يساعدها بعدها في طريق وجاءته فكرة أن يلعب معها حجر ورقة نقص وهو الذي فاز لهذا طلب منها أن تأتي معه لمكان خاص بعد ذلك ذهبوا إلى أحد المعابد هي كانت متفاجأة لأنهم ذهبوا للمعبد بعدها ذهبوا من أجل تأديث الطقوس الخاصة بهم وهناك تايكي كان يتمنى أن تصل شينتو للبطولة الوطنية وأن يصل هو أيضا بعدها جاء اليوم الذي تبدأ فيها البطولة الخاصة بكرة السلة وكانت مدرسة إيمي تقدم أداء جيد وكذلك شينتو كانت متعلقة لهذا فاز بـ 78 إلى 4 و 5 وفي الجهة المقابلة كانت أكاديمية كازوهرة التي فازت هي أيضا وهي تعتبر الخصم اللدود لتنمية إيمي بعد ذلك وفي طريق عودتهم شينتو وصديقتها وجدوا أن فريق مندرسة كاكوهرة قاموا بتسجيل مباراة إيمي وقالوا أن أداء شينتو عادي جدا ولا يجاكل أي خطورة بالإضافة إلى أنه خاد ضمنهم في تطور شينتو لأنه الآن هي لا تشكل أي تهديد عليهم صديقة شينتو كانت تريد أن ترد على استفزازهم لكن شينتو منعتها من ذلك وقرروا أن يعودوا للمدرسة في تلك الأثناء تايكي كان يتدرب لكن هذه المرة كان يحقق بعض النقاط أكثر من المعتاد لكن في النهاية هو خسر كل المباريات وتايكي كان يريد أن يفوز ولو لمباراة واحدة فقط قبل البطولة وبشكل مفاجئ لاحظوا أن فريق كرة السلة دخلوا لصالة الرياضة لأنه جاءوا لأداء بعض التمارين لكن تايكي لاحظ أن شينتو غير سعيدة بالرغم أنهم فازوا لكن أثناء العودة من الاستراحة سمع هو صديقتها يتحدثون مع بعضهم حول أنهم لو كانوا مكان شينتو لكانوا غاضبات كثيرا لهذا هو عندما سمعنا الموضوع عن شينتو الجلس ليستمع لحديثهم وفهم أن فريق كوكوهرا حكموا على أداء شينتو من خلال مقطع صغير وقالوا أنها لم تتطور كثيرا ليفهم هو سبب عدم سعادتها لكن فجأة فجأة أنه وجدها هي أيضا تتجسس عليه وهو يتجسس على صديقتها هو في تلك اللحظة سعر بالإحراج لكن قال لها أنه ليس عليها أن تقلق من هذا الأمر وصديقتها هم الوحيدات الذين يعلمون ما هي قادرة على فعله وكم بدلت من الجهد لكي تصل إلى ما هي عليها الآن لكن هي قالت له أن ذلك يزعجها لكن سوف تدعوه يزعجها ومن ثم سوف تفوز لهذا عندما تلعب أمام فريق كوهرا وتهزيمهم فلن يتحدثوا بهذه الطريقة عنها مرة أخرى وهو قال مع نفسه أنها سادية وهو يسعر بسديتها وهي مدهجة بعد ذلك قرروا أنهم سوف يقومون باستماع لأن في الغد سوف تبدأ البطولة وتايكي كان يلعب مباراة مع هاريو والمفاجئ أن هاريو يلعب بتنفسية لأول مرة ديت تايكي وتايكي هزم هاريو في الجولة الأولى وبدأت الجولة الثانية وكانت مباراة تنفسية جدا والكل كان متفاجئ أن هاريو يلعب بجدية ديت تايكي ومع ذلك الأمور كانت متقاربة لكن مع ذلك جاء المدرب وأوقف المباراة لأنه وقت المغادرة وبما أن الغد سوف تكون البطولة هاريو قال لتايكي أنهم سوف يكملون مباراةهم في وقص آخر لهذا عليه أن ليخسر حتى يواجهه بعد ذلك وهما في الطريق تايكي كان مع صديقه كيو ألري قال له أنه كان يفكر في حالة تأهل تايكي للبطولة هل سوف يطلب مواعدة شناتسو وتايكي المجرد أن فكر في الأمر شعر بصدمة حتى أنه بدأ يبتسن كالأحمق لكن إجابته كانت أنه بالرغم من أنه يريد الخروج معها لكن لو رفضته فهي سوف تعاني من وقت صعب جدا في الاستمرار في العيش معه لهذا هو لا يريد أن يفعل شيء يجعلها تتزاهل هدفها وصديقه تفاجأ من إجابته وقال له أنه نضج كثيرا لكن فجأة لاحظوا أن هاريو وصديقه مع المعلم يامموتو والذي قال لهم أنه سوف يسير لهم أي شيء يريدونه قبل البطولة وهذا الأمر صدم المعلم لأنه كان يريد أن يفعل هذا الأمر لهاريو وصديقه لكن الأمر سوف يصبح أكبر مما توقعه وصوف يصبح مكلف جدا لهذا هم دخلوا للمتجر ليبحثوا عن شيء يشهرونه لكن عندما خالج وجدوا بعض البنات وبينهم هينة وشنطس هينة بمجرد أن رأاته ذهبت بسرعة عنده وأخذت له قطعة من الدجاج المقلي الذي اشتراه وشنطس كانت تنظر لهم وهو كان يقول لهينة أن لا تأكل من دجاجه لأنها تهتم إلى السعورة الحرارية التي تأكلها لترد عليه هينة أنها سوف تعوضه وصوف تحضر لها البعض من الدجاج المقلي كهدية له في اليوم الأخير لهذا عليه أن يفوز وهو بعد تلك المحادثة وجد أنه من الصعب النظر إلى عين شينطس لكن هي جاءت عنده وطلبت منه أن تأخذ قطعة هي أيضا بعدها قالت له أن رؤية ما فعلته هينة جعلها تصعر بالغير وهو تفاجأ عندما تمع هذا الأمر وكان يقول مع نفسه أنها كانت تقصد الدجاج المقلي بعد ذلك ذهبوا إلى المنزل وفي الغد استيقظ في وقت باكر وكانوا متوترين كثيرا لكن مع ذلك يستعرون بالحماس وقرروا أنهم سوف يتمرنون قليلا وهي سألته كم عدد الفرق التي سوف تذهب إلى البطولة الوطنية ليقولها أنه مسموح لفريق واحد من التنائيات ولعبين من الفرد يعني البطولة التي فيها هاريو وطايكي في فريق واحد فقط هو الذي سوف يذهب للتصفيات وهو الفائز بالتصفيات لكن في التصفيات الفردية يمكن للفائز والوصيف بالذهاب للبطولة بعدها هو طلب منها أنه بعد الغد هل يمكن أن يسألها السؤال هي وافقت لكن في المقابل هي سوف تسألها الآن سؤال وقالت له ما هو الشعار الذي يقولونه للتشجيع في كرة السلة ليقولها أنهم يقولون إيبون يعني تشجيل نقطة أو سجل نقطة وهي قالت له بصوت مرتفع طايكي إيبون هو شعر بالقشعريرة في قلبه من شدة طرفتها بعد ذلك ذهبوا للصالة البطولة كانت ممتلئة باللاعبين وهو جلس مع هاريو ليشاهد مباراة هيدو وزميله في المباراة التنائية وهيدو عندما رأى هاريو قال له هل جاءت كل هذه المسافة لكي تخسر ليرد عليه أنه جاء لكي يستعيد الميدالية الدهبية التي سرقها منه بعدها بدأت المباراة والكل كان يقول أن هيدو في المستوى مختلف تماما لكن طايكي لم يكن خائف أبدا بل كان متحمس وتمنى لو أنه كان يلعب ضده بعد ذلك طايكي كان في طريقه ليلعب المباراة الخاصة بهم لكن وجد شخص ينام ومحفظته سقطت لهذا أخباره بالأمر لكي لا يفقدها وذلك الشخص شكر طايكي على لطفه لكن ذلك الشاب كان من نافذ تنوية هيدو وبعدها ذلك الشاب ذهب لكي يشاهد مباراة هيدو والتي كانت ضد طايكي وهاريو والشباب عندما كانوا يشاهدون المباراة كانوا يقولون أن ذلك الشاب هاريو دائما يخسر ضد هيدو ولو كان شخص ياتروس في مدرسة هيمكن سوف يشكل تنائي رائع جدا مع هيدو ويصل للبطولة لكن في تلك المباراة تايكي قدم أداء رائع وتصدر الكثير من الكرات القاتلة من هيدو حتى أنه كان قريب من التسجيل لكنهم خسروا الجولة الأولى لكنهم كانوا عزمين على الفوز بالجولة الثانية لكن للأسف خسروا حتى الجولة الثانية وتم إقصاؤهم من البطولة التنائية وفي المساء شناتو عادت للمنزل ووالدة طايكي هنأتها لأنها تأهلت للنهائي شناتو سألت عن طايكي لتجيب والدة طايكي بأنه خسر وهو جلس الآن في الصالة وعندما دخلت وجدت أنه نائم وفي الغد ذهبوا إلى مكان البطولة والتقه ووهاريو الذي قال له أنهم سوف يلتقون في النهائي لكن عليه أن يهزم هيدو في نصف النهائي لهذا سيكون الأمر صعب جدا عليه لكن تايكي قال له أنه لا بأس كل ما عليها أن يفعلها وأن يذهب إلى هناك ويبدو كل ما لديه للفوز حتى لو كان خصمه هو واحد من أفضل اللاعبين على المستوى الوطني لكن الصدمة كانت أن تايكي خسر في أول مباراة له ضد يوسا من تانوية ساجي كوا وهو ذلك الشخص الذي ساعده تايكي ونبهه بأن محفظته سقطت وهنا عندما جاءت وجدت أن كل شيء قد انتهى والأمر كان صعب جدا بالنسبة لها والأمر كان صعب جدا على تايكي أيضا هو كان عليه أن يساعد الحكام بما أنه خسر بعدها هي ذهبت عنده لم تستطع أن تتحدث معه في الأول لكن هو لاحظها وقال لها أن تتحدث لتقول هي أنها قطعت كل هذه المسافة لتحضر له وجبته وتفاجأ لأنها قامت بتحضير الغداء له لتقول له أن ذلك ما كانت تعتقده لكن الأمر مزعج للغاية لهذا قررت سراء الحلوى من المتزر فقط لكن هو رض عليها أنه ارتاح الآن أكثر لأن الطعام لن يكون مسموم بعدها هي عصبت عليه قليلا لكن جلست وهو قال لها أنه بمستواها الحالي ذهب للبطون الوطنية أمر مستحيل لكن كلما كانت أهداف كبيرة كلما عملت بجد من أجلها وهو عندما استطاع أن يفوز على هاريو في المباراة كان يظن أنه يستطع الذهاب للبطول الوطنية لكن في النهاية هو يعتقد أن ذلك الأمر جعله لا يرى حقيقة نفته وهي كانت متفاجئة من الطريقة التي يبدل فيها كل جهده وهو ينظر فقط للأمام بعدها جاءت المباراة النهائية هاريو ضد هيدو وكانت مباراة رائعة جدا بالرغم من أن هيدو فاز بالجولة الأولى كان يتوقع الجميع بأن تنويات ساجيكوا سوف تفوز بالبطولة وبالفعل ذلك ما حصل هيدو فاز بالمباراة وهاريو مع ذلك حاجة مقعد له في البطولة الوطنية وهاريو كان يقول أنه سوف يسحقه في البطولة الوطنية بعدها سأل عن تايكي لأنه كان يريد أن يعزمه للأكل ليقول له أنه ذهب إلى المنزل لأنه محبط جدا وفي تلك اللحظة تايكي كان في طريق العودة للمنزل وكان يقول مع نفسه أنه لا يجب أن يمقى محبطا هكذا وصوف يغير وضعه ويبدو الجهد وصوف يقدم أفضل ملده السنة القادمة لأنه لازال طالب في السنة الأولى وما زالت لديه فرصتان بعدما حدث في هذه السنة يمكن أن يتأهل في السنة القادمة أو السنة التي بعدها وحتى لو غادرت شينتسو منزلهم في ذلك الوقت هو سوف يستمر في عزمه ليكون الأفضل بعدها هو بصل للمنزل وعندما دخل سمع أن شينتسو تتحدث مع عائلتها ووالدة تايكي والذي كانوا يهنئونها وكانوا سعادة جدا لأنها تأهلت للبطولة وعندما سمع هذا الخبر كان سعيد جدا لكن ومع ذلك هو كان حزين على نفسه لأنه خسر وخرج بالسرعة من المنزل وذهب يركض بأقصى سر على ديه وهو يقول أنه خسر والأمر كان مؤلم جدا بالنسبة له لتنتهي الحلقة الثامنة من الأنمي أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك وكذلك لا تنسوا أن تتابعوني على الانستغرام لأنه هناك سوف أقوم بتوزيع بعض الهدية للمشتركين رابط الانستغرام سوف يكون في الوصف وفي أول تعليق وملتقانا في المشترك